اشتركوا في القناة سوف اعرض النقد الاولي هذا على شكل نقاط ثم خلاصة في النهاية رغم اني شاهدت الثلاث حلقات الاولى الا ان القصة غير واضح مبتغاها فلا يوجد بلوت حقيقي بل اهتمام مبالغ فيه بالبيئة الاجتماعية مما يدل على ضعف الكتابة القصصية فبيئة اي قصة يجب ان لا تطغو على الاحداث هذا خطأ رئيسي جذري يضرب جبين العمل ولكن للاسف سيتم عرضها بشكل ايجابي وهنا يسقط المسلسل في وحل الاجندة المغرضة اختيار الممثلين غير متقن فاغلبهم يمثل عمر غير موازي لعمره الصحيح وهذا عمل خربطة في استدراك اعمار الشخصيات هذا الخلل مقبول ان يحدث في شخصية واحدة في مسلسل ما مو كل الشخصيات تقريبا اعمارها خطأ المسلسل هذا جاي بالعيد في هذه المسألة الشخصيات غير مبنية بشكل يوازي واقع تلك الحقبة الزمنية فهناك الكثير من الانفتاح والليونة الغير صحيحة الاحداث خاوية وغير فعالة في دفع عجلة القصة ويسيطر عليها اهتمام تصوير المكان والحياة اليومية بشكل مبالغ فيه اغلب اداء الممثلين ضعيف او متواضع ناهيك عن خربطة كبيرة في اللهجات المفترض الممثلين يجتهدون على انفسهم في اتقان لهجة المكان العديد من الملابس ونوعية الثياب والشمغ مواكبة بشكل جيد لتلك الحقبة الزمنية بناء الست فيه نقوص تكبله نوعا ما من صنع اصالة عالية للمكان لكن فعلا استطاع الوصول الى جودة مقبولة تكفي لاندماج المشاهد مع الحدث وان كان اغلب الاحداث خاوية وممططة حركة الكاميرا جيدة جدا في دعم احساس روح المكان وسرعتها موزونة جدا زوايا الكاميرا احيانا تأخذ بعد وسط للمحادثات وهذا اجده غير مبرر الا ان كان المخرج يود التمويه على اداء الممثلين المتواضع عاد عن ذلك فزوايا الكاميرا مجملا جيدة التلوين يقوم بدر مميز في اثراء سبغة مشاعرية على المكان للأسف توجد اجندة لتسويق تاريخ غير صحيح عن احياء الرياض فالنساء لا يلبسن العباية بتلك الصفة ايش هذا يا جماعة الخير احنا اليوم في هذا الزمن لا تلبس المرأة عباية كذا ولا تطلع فستانها من تحت العباية كذا والحجاب وان كان حلال فانه لم يكن مقبول اجتماعيا في تلك الحقبة هذا يعد تزييف وقح المراد به تسويق اجندة حتى الاخراج يدعم هذه الاجندة في اختيار الموسيقى فتجد موسيقى لطيفة لما هذا خلى في حريم جاره بالحرام وموسيقى سودوية لما المطوع قاعد يناقش قضية فلسطين خلاصة اعزتي لا انصح بمشاهدة هذا العمل لانه مثخن بالاجندة المغرضة وتزييف لتلك الحقبة من الناحية الاجتماعية ولان القصة شبه فارغة من الاحداث ناهيك عنها شاشة وضح على تراكيب الشخصيات اراكم قريبا اعزتي ودمتم في رعاية الله وحفظه